كان اخر مباراة كانت مع اصحاب الجياد وفزنا فيها 3-0 يعني كانت قبلها كان في المحطة القوية معنات سبورتنج 3-1 يعني سبورتنج من اندية طبعا المنافسين بتوعنا في الكرة الطائرة احرز تاني البطولة العربية لعب في النهاي البطولة العربية فطبعا الحمد لله يعني ان احنا قدرنا نحسب من قبل نهاية المشوار بجولتين عندنا لسه مباراة اليوبلس وعندنا مباراة الزمالك بغض النظر ان احنا حسننا طبعا مباراة الزمالك ببطولة خاصة طبعا طبعا اكيد بس خلينا نرجع للمباراة طبعا اصحاب الجياد لان دي كانت مباراة الحسم طبعا احنا صورنا تقرير مع الفرقة تمام احنا عملنا تقرير صوتي طبعا عن البطولة والفوس بيها وكوالسها طب نشوف التقرير ورجع لحضر كتاب فتيات الذهب وحكاية ربع قرن من السيطرة على بطولات الكرة الطائرة المصرية تويج الفريق الاول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الاهلي بقيادة حمد الصافي المدير الفني بلقب الدول الممتاز عقب فوزه على نظيره اصحاب الجياد بثلاثة اشواط نظيفة خلال المباراة التي اقيمت بينهما على صالة الشهداء بمقر الاهلي بالجزيرة وكانت نتيجة الاشواط 25-15-25-17-25-14 ليحافظ المارد الاحمر على صدارته للمسابقة برصيد 60 نقطة من 20 مباراة محققا العلامة الكاملة الاهلي خلال مسيرته للفوز باللقب نجح في الفوز على كل منافسيه ذهابا وإيابا واتبقى له مبارتان امام هليوبلس والزمالك على ان يكون تسليم ميداليات التتويج بالبطولة في مباراة الزمالك الختامية سيطرة سيدات طائرة الاهلي على لقب بطولة الدوري يأتي للموسم الخامس والعشرين على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ الألعاب الجماعية يحدث لما يزيد على ربع قرن من الزمان وبذلك ينجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي في حصد لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه معززا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب وأضافت كتيبة سيدات الكرة الطائرة سطرا جديدا في كتاب المجد بعدما واصل الفريق هيمنته على كافة الألقاب والبطولات ليست المحلية فحسب فهن أيضا بطلات إفريقيا وصحبات إنجازات رائعة على الصعيد القاري فالنسل الأهلوي هو البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية بعدما نجح في تحقيق لقب البطولة العام الماضي مخققا اللقب العاشر في تاريخ مشاركاته كأكثر الأندية تحقيقا للقب وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مثل الشياطين الحمر في البطولة إثنتان وعشرون لاعب وهن شروق فؤاد دان شوقي سهيل وفيق آية الشامي مايا مندوح رانا الجهري مروى مجدي فريد العسقلاني مريم متولي مي غزال آيات ياسين مايا الخليفة ندا وليد مريم مصطفى ملك مرجان مريم الصغير نهلا سامح صارة أمين دعاء الغباشي رحمة حسن سلمة سعد وفريد الحناوي